وصلنا للكتاب التالت في المجلس 36 من سلسلة الطريق وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ الدكتور محمد بكر اسماعيل المتوفى سنة 2006 وهو من علماء الأزهر الشريف قال رحمه الله في باب الصلاة ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال تدريب الصبي على الصلاة قال الصبي وإن لم تجب عليه الصلاة يجب على من ولي أمره أن يأمره بها ويدربه عليها حتى يتعود على أدائها ويتشرب حبها قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع فالحديث يأمر أولياء الأمر بأن يعلموا أولادهم الصلاة ويأمروهم بها حتى إذا بلغوا سبع سنين دون أن يضربوهم عليها انتهونوا في أدائها حتى لا يؤدوها على كره في بادئ الأمر فإذا بلغوا عشر سنين وجب على الأولياء ولي الأمر اللي هو الأب والأمية أن يضعوا الأمر موضع الجد وأن يرقبوا أولادهم مراقبة تامة في تأديتهم للصلاة فإنهم أدوها أو أدوها كما ينبغي فليحمدوا الله فليحمدوا الله على ذلك التوفيق وإلا وجب عليهم أن يضربوهم ضربا غير شديد وقفة ونعرف أن أنت مستنيني في الوقفة دي في مسألة ضرب الصبيان على الصلاة لا شك أن بعض علمائنا بيروء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وأنا هنقل لك اللي موجود في كتب العلماء يعني قالوا إيه وهم بيتناقشوا في المسألة دي فبعضهم أخذ بالحديث وبعضهم ضعف الحديث واللي ضعف الحديث ضعفه من جهة السند أولا يعني السند الطريقة اللي وصل بها الحديث وضعفه من جهة المتن كمان إن النص بتاعه فيه حاجة محتاجين نراجعها لأن السند لو صحيح آه لأ نحاول نفهم النص بس أصلا السند فيه ضعف عند العلماء فعندك جمهور من العلماء قالوا يا جماعة لأ إحنا مش هنعمل الكلام ده وعندك علماء قالوا لأ هنعلم الولاد الصلاة لسبع عشان يصلوا ولو ما صلوش نضربهم عليها لعشر ضرب غير مبرح يعني يا ابني ما ينفعش كده وبصته مسألة الضرب أنا بحكي لك اللي موجود في الكتب وبصته مسألة الضرب وكأنه ضرب غير مؤلم لكنه يعبر عن شدة الأمر وصعوبة الأمر زي بالضبط كده ما أنت تبقى متضايق جدا أن ابنك مش عايز يصحى للمدرسة فتبقى تقول له يا ابني قوم وتتخانق احنا أهل وعارفين أو مش عايز يروح التمرين أو مش عايز يروح يزور جده وجدته فتبقى أنت متضايق بس بتاعت المدرسة دي أشهر تصحية العلع على المدرسة لو مكسرين ومش عايزين البيوت بتبقى الصبح كده فيها الخناءة الكبيرة دي فالصلاة طبعا أولى من أي شيء في الدنيا فدول قالوا نضرب ضرب غير مبرح كده يعني ضرب ما يقذيش النفسية وما يقذيش البدل ما ينفعش كده العلم التانين أولا احنا لا نربط الصلاة بأي نوع من أنواع الألم النفسي حتى لا ترتبط لعبادة بالألم فقالوا أن الحديث من أصله لا يصح من حيث السند عشان كده وحتى برة الكتب الصحيحة هو روال إمام أحمد ومسند الإمام أحمد فيه حديث ضعيفة كتيرة وروا الإمام أبو داود وأيضا أبو داود فيه حديث سنن أبو داود فيه حديث ضعيفة فاللي ضعف الحديث ده من العلماء قالوا السند فيه ضعف وفيه حاجة تانية كمان كيف أضرب يعني أعاقب من لم يكلفه الله يعني النهاردة الولد اللي عنده عشر سنين أو البنت اللي عندها عشر سنين يا جماعة هم دول بلغوا تسعين في المية كأولاد ويمكن خمسة وتسعين في المية ما بلغش وعنده عشر سنين وكتير من البنات عندهم عشر سنين وممكن لسه ما بلغوش فغالب الظن أن أنت ممكن تتعامل مع طفل لسه ما بلغش تضربه على فريضة قالك لأ قالك ما ينفعش إذا كان ربنا ما يكلفوش أصلا يعني طب لو ربنا يكلفوه يعني بقى بالغ قالك لو بقى بالغ يبقى دي بقت علاقته مع ربنا وكيف تضرب إنسان مسلم بالغ عاقل ده حاله مع الله أنه هو لو صلى يؤجر ما صلىهش يأثى هو أنت ينفع تجيب واحد عنده تلاتين سنة مسلم بالغ عاقل تضربه عشان ما بيصليش الجواب لا يعني الأب لو ابن عنده تلاتين سنة مش هيدربه عشان يصلي طب لو هو عنده عشرة سنين ما هو برضه مسلم بالغ عاقل فكلاهما واخدين حكم المسلم البالغ العاقل فاللي ضعف الحديث من حيث السند ضعفه كمان أيضا من حيث أن الطفل ده غير مكلف طب ولو مكلف فليه حاله مع الله سبحانه وتعالى حاجة تانية كمان اتكلموا فيها أنك انت ممكن لو سمحت للأهالي أنهما يضربوا العيال على الصلاة ممكن في بعض الأهالي ينضبطوا بمسالة حبيبي بلاش كده فبعض الناس يقول لك لا حتى بلاش كده حتى ما يعملش كده ما فيش أي مد إيد والبعض الآخر لك آه ده لطيف قوي أنه أنا أعمل بلاش كده يعني بعض الناس يقبلها نفسيا والبعض الآخر ما بيعرفش يعمل كده هو بيشلت وبيدي بالبوكسات وبيزق مش عارف إيه هو عنيف لو فتحت له المسألة دي ممكن تبقى مسألة فيها إيذاء شديد جد فألا بنقلك بما أن إحنا قرأنا الحتة دي في الكتاب بنقلك ما قاله العلماء في مسألة تضعيف هذا الحديث وعدم اللجوء للضرب أو من أخذ بالحديث وقاله حاجات بسيطة يعرب فيها الأب أو الأم عن انزعاجه الشديد أن الولد أو البنت ما بيصلوش لكن دون إهانة يعني هذا ما هو عند العلماء ثم قال سيدنا الشيخ محمد بكر إسماعيل وأمر أهلك بالصلاة وليس الصبي وحده هو الذي يأمره وليه بالصلاة بل يجب عليه أن يأمر بها كل من له عليه حق الولاية من قريب أو بعيد وأمر أهلك بالصلاة يعني كل أهلك اللي في البيت لو أنت رب البيت أنت الأم أهلك أنت الأب أهلك أمرهم بالصلاة قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها شوف حتى الآية بتقولك إزاي أن البني أدم الأمر دي يكون فيه صبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سورة طه قال فالأولياء يعني الأب والأم يجب عليهم حماية من يعولونهم من الأخطار ووقاية أجسامهم من الأضرار وحفظ أموالهم من الضياع كما أن الأولياء دول يجب عليهم أنه يحمين من الأخطار ويحمين أكسامنا من الأضرار ويحمي فلسنا من الضياع أيضا يجب عليهم حفظ دينهم فهو عصمة أمرهم وسبيل سعادتهم في الدنيا والآخرة وأول شيء يترتب عليه حفظ الدين هو الصلاة فالصلاة كما علمت من الدين بمنزلة الرأس من الجسد والأمر في الآية للنبي عليه الصلاة والسلام والأهل فيها هم أمته جميعا كما قال القرطبي آيدي لو للنبي يبقى الأمة هي الأهل وأمر أهلك يعني وأمر أمتك ثم بعد ذلك يبقى إحنا بقى في بيوتنا لو الكلام لنا لأهلنا أحنا أقول والدليل على أن المراد بأهله أمته أن الله قد منحه حق الولاية عليهم فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه الصلاة الوسطى قال تعالى حافظه على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين شوف سيدنا الشيخ عمال يقول معلومات قبل ما يخش في فقه الصلاة وإزاي ترفع أديك وإيه مبطلات الصلاة ومبوحات الصلاة والأشياء اللي ليها علاقة بالفقه مش قادر يخش في الكلام عن الفقه اللي هو القدرة كيف تصلي دون أن يتكلم عن الرغبة لماذا تصلي؟ لأنه إيه اللي ينتفع به الإنسان لو عرف إزاي يصلي ومعندوش رغبة أن يصلي مش كم طول أوي أول مرة يطول في مقدمة باب لأن الموضوع كبير جدا قال تعالى وحافظه على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بالمحافظة على الصلاوات بوجه عام وعلى الصلاة الوسطى بوجه خاص لكن ما الصلاة الوسطى؟ قال اختلف الفقهاء في تعيينها على عشرة أقوال أو أكثر فقال جماعة هي صلاة الصبح لما فيها من المشقة ولأنها صلاة تثقل على كثير من الناس فربنا يقول حافظه على الصلاة وبالذات الفجر ومن قال بهذا عمر بن الخطاب معاذ بن جبل ابن عباس ابن عمر جابر بن عبد الله ثم الإمام مالك والإمام الشافعي اللي فاتوا دول كلهم صحابة إلا سيدنا مالك الإمام مالك والإمام الشافعي أئمة من أئمة المذاهب الأربعة وقال جمع غفير يعني كثير من الفقهاء والمحدثين هي صلاة العصر وقد رجح كثير من المحققين هذا الرأي الأخير لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك منها ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب يوم غزوة الأحزاب يعني حبسون عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نارا وروي أو روا بن جرير من حديث أبي هريرة مرفوعا مرفوع يعني أبو هريرة بيقول قال الرسول بيرفعه للنبي بيقول للنبي للكلام دا الصلاة الوسطى صلاة العصر وسئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا أبو هاشم بن عتبة فقال أنا أعلم لكم فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر والأصح عندي سيدنا الشيخ بعد الخلاف ده بيقوله والأصح عندي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وصلاة العصر معا لأنهما صلاتان تشهدهم والملائكة وقد سميتا بالوسطى لما فيهما من الخير والفضل فالوسطى معناها لغة الفضل وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أفضل الأمة قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قال أعقلهم فالوسطى معناها الفضل وبهذا نكون قد جمعنا بين الروايات الواردة في شأن الصلاة بعضهم يقول الفكر وبعضهم يقول العصر واللي بيقول العصر عنده دليل قوي جدا وهو جماهير للفقهاء نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله المجلس السبعة وتلاتين